الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما اسمه عبد الله ابن عمر ابن العاص ابن وائل القرشي السهمي اسلم قبل ابيه عمر ابن العاص رضي الله عنهما وكان اسمه قبل الاسلام العاص فغيره الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن الحارث انهم حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال له ما اسمك قال العاص وقال لابن عمر ابن العاص ما اسمك قال العاص وقال لابن عمر ما اسمك قال العاص فقال انتم عبيد الله فخرجنا وقد غيرت اسماؤنا كان كاتبا للحديث ومن اكثر الصحابة رواية له عن عبد الله ابن عمر قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش فقالوا انك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا حق وقال ابو هريرة رضي الله عنه ما كان احد اكثر حديثا مني عن رسول الله الا عبد الله ابن عمر فانه كان يكتب ولا اكتب توفي عبد الله في مصر ايام فتنة مروان ابن الحكم عن 63 عاما اشتركوا في القناة craziest